هلو كيف كون؟ بتبناتكم بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاد فيه لبرج الميزين لتاقط رح حكي فيه عن المشاعر الحبيب نويه ونتيجة العلاقة كذلك رح أتحدث عن مشاعرك أنت ونويك رح أتحدث كذلك عن العزيب ناس اللي ما عندهم حبيب بالوقت الحالي وعم ينتظروا قدوم جخص يعني بالمستقبل رح نشوف إذا هذا الشهر رح يخبئ لك قدوم شخص جديد بحيطك وسمحوني كتير لأن تأخرت عليكم بعرف أنه غلطت معكم بس سمحوني أرجوكم لأنه والله عندي كتير مهم بهذا الشهر يدوب لوقت لأعمل الفيديو لعلكم وكذلك كما عودتكم أنه هذا القراءة تقبل أن تكون عكسية وإذا يعني ما انطبقت القراءة عليك حاول أن تشوف الطالع أو البرج القمري يعني أنا بنوية على ثلاث أبراج برج الشمسي والقمري والطالع حاول تشوف أي فيديو يناسبك أكثر لا تنسوا تعملوا لي لغاية وسبسكرايب لقناتي وتضعوا لي كومنت وللنوث اللي بتتتواصل معي بقراءة خاصة تبعتلي على الإيميل موجود بصندوق الوصف برج المزين شهر نوابس اوكي عم يتلع لي برج المزين بهذا الشهر كأنه في عودة علاقة من السابق أو تنوي أو تتمنى أن تعود علاقتكم كيف ما كانت يعني عن قبل أوكي لأنه عم شوف أنه في تجدد لعلاقة ما ماتت حاليا ممكن أنت شفت على أنه هذا العلاقة انتهت بس ما عم شوفه انتهت أبدا عم شوف انتظار منك لهذا الشخص عم شوف كتير أفكار عم تجي ببالك ممكن أوهام بالوقت الحالي عم تجي ببالك وعم حز أنه في انتظار للشريك الثاني غالبا هذا علاقة يعني علاقة اثنين منفصلين وعم شوف أنه الأوضاع يعني ووارج جدا أنه في طاقة انتظار وطاقة عودة لأنه يعني تعني كتير أشياء ومنه تعني أنه العلاقة أو العلاقة إذا بنحكي عن العواطف وإذا بنحكي عن أشياء أخرى أنه ما انتهيت أوكي الأشياء السياكل طبعه أو المحور طبعه لسيته منتهى لسيته في تجدد وفي نوع منه سيرورة الأشياء أوكي عم شوف كذلك أنه في خاصة طاقة الحبيب أنه هذا الإنسان عم يمر بنوعا من الأزمات في أفكار سربية عم تجي بباله في أفكار هذا الإنسان مش قادر ينساكن أبدا لأنه في التعلق وفي تفكير فيك بهذا الوقت عم يتذكر هذا الإنسان الأوقات اللي قضيتها معاه ممكن تكون علاقة كانت علاقة طويلة الأماد كنتوا مبعد لمدة طويلة وحصل شيء وانتهت هذه العلاقة أوكي عم شوف هذا الإنسان كتير مدمر كتير عنده في أفكار بباله عم تجي بباله وفي طاقة تعلق لهذا الإنسان أوكي عم شوف أنه العلاقة انتهيت أنت وهذا الشريك هو يعني ممكن سبب الخصام شخص كبير بالعمر وممكن يكون بيشتغل بالبانك بيشتغل بأشياء تتعلق بالمادي أو ممكن يكون الوضع المالي أو الوضع المادي هو السبب في خصامكما عم شوف كذلك أنه مشاعرك نحو هذا الإنسان بدتك أنه ترجع لبعد بدتك يعني مصالحة لأنه أنت عم تحس أنه في نوعا من الجرح والألم لما بتبعد عن هذا الإنسان خاصة من طرفك أنت يا برج الميزين طاقة اللي عم تطلع عندي لأنه أنا كتير بنسى أنا شخص بنسى بنسبة كبيرة بنسى أنه أحكي الطاقات في البرج الضار في برج الأساد وفي الأبراج الترابية الهوائية وخاصة طاقة الهوائية التير بهذه القراءة في الأبراج النارية أما الأبراج المائية ما عم شوفه ما عم شوفه مشاعر حب أو مشاعر حاليا في نوعا من الهدنة أنت والشريك عم شوف لأنه الأبراج الهوائية والطاقة الهوائية عامة بتاعني المشاكل والأفكار السلبية بتاعني الانتظار بتاعني كتير أشياء أما الطاقة اللمائية فهي تعبير عن المشاعر والحب والكلام الصافي بس هاد الطاقة اللي عم تطلع عندي هي برج الميزين في نوعا من الخصام كتير وارد جدا أنه في موضوع الخصام بهذه القراءة عم يطلع كذلك يا برج الميزين على أنه الشريك مبتعد عنك وممكن هذا الإنسان مسافر بس في مشاعر قوية نحوه نحوك ممكن يكون الشخص صراطا عم شوف هذا الإنسان عم يفتقدك في مشاعر حب قوية هو بيحبك هذا الإنسان بالرغم من كل الخلافات وهذا الخصام أو الابتعاد عنه عم حس هذا الإنسان عم يحبك وعم ينتظرك كأنه في ظرف أو في شي حصل أنت وهذا الشريك خلاكن تبتعدوا عن بعض كذلك هنشوف على أنه أنه ما بيحب فيك يعني حسنا نعم شوف إياه برج الميزين على أنه أنت ما بتحب فيه ممكن هذا الإنسان شوي متشائم شوي ما بيعتيك أمل للعلاقة ما بيعتيك وجه للعلاقة وقيت بيكون صليت اللسان أو قيت يعني بتحس حالك أنه تنتظره بس يعني على أي شيء مثلا للأشخاص اللي اللي بيعلاقة طويلة الأمد وهذا وارد بهذا القراءة عم شوف على أنه كأنه انتظرت طويلا وبدك خطوة نحو ترسيم العلاقة ما بدك أنه تكون بس كلام وحكي وعلاقة يعني بحس أن العلاقة أخدت وقت طويل ولهيك أنت ممكن هذه الأشياء ما بتحب فيه بتحس أنه العلاقة أخدت وقت طويل على شو يعني ما عم شوف يعني مستقبل لهذه العلاقة كذلك عم شوف الأشياء اللي عم تحب فيه ممكن بتحب شخصية طويلة بحسوا أنا شخص هيك عنده كاريزمة عالية عنده كاريزمة أو شخصية قوية رجل هيك ممكن عوقات بتحسوا هيد الرجل اللي كلمته اللي بتمشي وبتحب أنت هاي الشغلة فيه هيدا للنساء أما للرجال عم شوف أنه بتحب فيها هيك قوة شخصية إنه شخصية قوية وعنده أهداف وعنده أحلام بتحب عمالها كتير وبتحب أنه تحقق هدافها لحالة أوكي أنت هيك بتحب فيها كذلك عم شوف يعني ممكن يا برج الميدان هو ما بيحب فيك على أنه أنت كل مرة عم يعني جيب سيرة الزاواج جيب سيرة الاستقرار هذا الموضوع هو بالنسبة له يعني كل ما ترجع لبعض كل ما هالموضوع يتكرر هو ما بده هاي الشغلة بده أنه العلاقة تكون شوي هيك في نوع من المرح بيحب فيك كذلك توازنك أنه أنت شخص متوازن شخص هادئ وأنت تمثل توازن عامة يا برج الميزين أنه أنت عندك القدرة أنه تحكم عقلك وتحكم قلبك لهيك هو يحب فيك هشغلة كذلك بس ما بيحب فيك تعلقك بالزاواج أو الاستقرار أو أنه تعمله لأنه الميزين يعني كذلك القضاء أنه شخص الميزين بحب العدل بحب أنه تكون الأشياء واضحة جدا أنت ما بتحب أنه تكون علاقة تستمر بشيء من الغموض ما بتحب هيك وأنت تريد منه توضيح توضيح يعني معنى هذه العلاقة وإلى ماذا تصير لهيك أنت شوي أخذ الأمر على قلبك ممكن هذا سبب الخصامية برج الميزة كذلك نوايك أنت حاليا بتحس كأنه هذا العلاقة انتهيت ما في أمل للرجعة بتحس أنه هذا الإنسان نسيك ما بيفكر أنه يرجع لك كذلك عم شوف على أنه يعني أنت تهتم حاليا بالعمل وممكن فكرت تبدأ علاقة من غيره تبدأ علاقة مع شخص آخر ما تنتظر هذا الشخص لأنه عم شوف أنت مليت أنه تنتظر يرجع لك ما عم تشوف رجعه ما عم تشوف في عودة ولا في صلحة هو كذلك ما عم شوف نية عودة عم شوف هذا الشخص كتير عم يفكر فيك وكتير زعلين إذا هو بينوي أنه يرجع لك عم شوف أنه رح تكون الرجعة وبعد خصام وكلام جارح وخاصة شخصيته عم تطلع بشخصية شخصية قوية شخصية جارحة لما بتتعصب وهيك ناوي هو إذا رجع لك أنه يقول كلام جارح لك أو يقول أنه أنت جرحتني أو عملت شي لم يرضيني أنا كشخص العلاقة حاليا عم شوفها أو مستقبل العلاقة عم شوف في طاقة مراقبة كل واحد عم يراقب الآخر في يعني بقلبكن من طرفك ومن طرفه هذا الشخص عم شوفه يريد العودة يريد أن تعودوا بس ما عم شوف خطوة يعني من أي حدا أنت متراجع هو كذلك متراجع كل واحد ينتظر من الآخر أنه يطلب السماح من الآخر بس عم شوف الوقت الحالي أو الشهر الحالي بهذا الشهر في طاقة مراقبة وفي نوع من الصمت عم تراقبوا على السوشيال ميديا كذلك هو عم شوف خاصة للعزاب هل في قدم شخص جديد بحياتكن عم شوف الحمد لله أنه في موضوع العملي في تقدم بالموضوع العملي عم تشتغلوا على الموضوع العملي شوفوا يعني إذا بتسألوا عن قدوم شخص بهذا الوقت ما عم شوف أبدا أما أنا بشوف أنه الموضوع العملي كتير رح يكون في نجاحات أنا يعني عامة يعني بفتح الأوراق على الطاقة العامة على الطاقة يعني العاطفية بس قوقيت بيطلع لي يعني قراءات يعني أو مواضيع عامة أكي ما عم شوف حليا أبدا في نوع من يعني قدوم شخص ممكن أنت خاصة للعزاب من برج الميزان بقلبهم كسرة من الماضي شخص كسر قلبهم وعم يهتموا لموضوع العملي أكثر بس أنا بدي أقول لأشخاص برج الميزان وخاصة للعزاب أنه يعني مررته بفترة من التعب ومن الكد ومن العمل ومن الانتظار بدون نتيجة أكي؟ وأنا عم شوف أنه في بداية جديدة بس بداية خير عليكم خاصة في الموضوع المالي عم شوف الموضوع العملي والمالي يعني يتح الحل بهذا الوقت لأنه عم شوف أنه مررته يعني بأيام ليست جيدة وفي طعب وفي نوع من الكد والعمل أكي؟ بس عم شوف أنه رح تتحسن الأوضاع ورح تكون بداية جديدة بس بداية نحو الخير هي برج الميزان رح أخذ مصائح لألكون بسم الله برج الميزان برج الميزان أو فبيقلك أنه في أبواب يعني مندو زمن لم تفتح ورجح تفتح له إلك وكذلك عم يقلك على أنه خرج لبرا عشان يعني تشم هو. بيقول لك انه انت مندو زمانه انت غالق ابوابك. ابواب الطاقة. لاستقبل طاقة جميلة. اه. بيقول لك انه افتح افتح دراعيك للطاقة الجديدة تستقبلها. هذا للعذاب وهذا كبالك حتى للمرتبطين. انا صراحة اعشفتها للمنفسين اكتر للمرتبطين. عم شوف على انه. انه لازم تستقبل طاقة جديدة. وتفك من هذه العلاقة او من هذه الطاقة سلبيلة تعرضت له مندو زمان. اوكي? كمين بيقول لك هون. بيقول لك انه رح تكون بداية جديدة. هادو مونسيك لانه في بداية جديدة رح تبدأ بحياتك. خاصة للناس العزيب عم شوف هادو القراءة انطبق علي هنا اكثر. ام. وبيقول لك انه ممكن خاصة هايدي نصيحة للناس المرتبطين او للناس العزيب. انه يهتموا للموضوع الصحي. اذا انتو شفتو حالكم الموضوع الصحي ما عم تهتموا فيه عم. لانو عم شوف فيه طاقات سلبي كدلك كتير. لانو فيه الطاقة الهوائية عم تطلع بكثرة. اوكي? اهتموا للموضوع الصحي واهتموا لصح تكون اكتر. وما تهتموا لاشياء سلبية لانو فترة وتمروا ان شاء الله رح يكون الخير. ام. وكمان هادو الورقة تطلع لما حدا بيكون حبث حالو بموقع ما بيشوف ابواب او عم يشوف فيه اشياء او طاقات جديدة. عم يشوف بس الاشياء السوداء او الاشياء السلبية بالحياة. لازم تشوفوا او تطلعوا على اشياء جديدة بالحياة. تسكروا ابواب السلبية. والطاقات السلبية وتفتحوا طاقتكم للاجابية اوكي. اذا كل شي اه بده اقوله لابرج الميزان. كمان هادو الورقة. انا فتحت حاولت افتحي يعني نصائح اكتر من التاروت. عم يشوف فيه اشياء ستتحقق ان شاء الله اوكي. في تحقيق الاحلام. اه ان شاء الله. اه لبرج الميزان. بتمنى لكم كل الخير والمسعرات. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب اشتركوا في القناة.